بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم القصص الرائعة هي سيرة هذا الرجل العظيم طاووس ابن كيسان هذا من خيار التابعين حتى ان الخليفة سليمان عبد الملك وكان رجل صالحا لما ذهب الحج قال نريد شخصا يوعزنا اسأل احد فقال له ان افضل من يوعزك ومن خيار التابعين هو طاووس ابن كيسان فجاء اليه في الحج وسأله بعض الاسئلة عن الحج واكيد الاسئلة ان تنتهي الحياة فقال طاووس في نفسه هذا خليفة المسلمين والله سبحانه وتعالى سيسألني يوم القيامة عن هذا اللقاء فلابد ان يكون لي نصيحة لهذا الخليفة سبحان الله رغم ان هذا الخليفة الحقيقة كان رجل صالح ولم يوحد عنه ظلما ولا بغيا ولا عدوانا ولكنه اقر ان يكون كلمة الحق امام هذا الخليفة فقال له يا امير المؤمنين ان الله عز وجل جعل بئرا في جهنم وقد هوى حجر من فوهة هذا البئر فظل سبعين عاما يهوي حتى نزل الى قاية فقال له ويحك ولمن هذا البئر فقال طاووس ابن كيسان هذا البئر يا امير المؤمنين لمن لا يعدل بين رعيته ثم انصرف وله الحقيقة موقف عظيمة جدا مع الولاه يعني الموقف الثاني كان مع الخليفة هشمد عبد الملك ولكن الخليفة عبد الملك كانت له تجاوزات ليس مثل سليمان عبد الملك ولكن كان له بعض المظالم فدخل عليه طبعا وهو في الحج سأل هشمد عبد الملك هل احد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لقد ماتوا جميعا يا امير المؤمنين ولكن يوجد معنى طاووس ابن كيسان قال فأتو به لانه كان مشهور بالموعزة وكان رجلا طقيا ورعا يحسن الكلام وعندما جاء الى هشمد عبد الملك فدخل عليه ولم يلقي السلام دخل عليه بطريقة لانه كان معروف لك لديه بعض المظالم وناداه باسمه قال يا هشم طبعا لم يعحد ذلك الخليفة الجميع يقول له يا امير المؤمنين وجلس قبل ان يؤذن له فتعجف فقال له ما حملك على ذلك يا طاووس ان تفعل ذلك معي ده اللي بقول له كده الخليفة هشمد عبد الملك فقال له انني لم اكنيك بامير المؤمنين لان كثير المؤمنين لا يرضون عن حكمك ولهم ظالم فخشيت ان اكون منافقا وان اقول لك ذلك فقال له هشمد عبد الملك عزني يا ابا عبد الرحمن فقال له سيدنا طاووس ابن كيسان عاش فوق المت سنة فهو عاصر الصحابة وسبع منهم وكان من خير التبعيل فقال سمعت علي ابن ابي طالب يقول حيات قل قلال وعقارب قل بغال اعدها الله عز وجل لمن لا يعدل بين رعيته ثم انصرف حتى لم يلقى السلام طبعا الرسالة قوية جدا وقاسية جدا الحقيقة بجد وله مواقف اخرى الحقيقة معلولة كثيرة ولكن الشيء الجميل بقى هنا الحقيقة ان هو ماذا كانت خاتمة الحقيقة الخاتمة دي مهمة جدا طبعا هو حجة اربعين حجة شوف شوف ربنا بقى يكرمه ازاي بقى الرجل العظيم ده في الحجة رقم اربعين طبعا الانسان لما لما بيموت على شيء يبعث يوم القيامة على ما يموت عليه يعني لو انسان بيموت وبيطوف حول الكعبة سيبعث يوم القيامة وهو طائف لو انسان والعز بالله مات وهو هزني سيبعث يوم القيامة ويلقى الله عز وجل وهو على هذا الزنا يبعث العبد كما قال الله سلم على ما مات عليه كيف مات بقى طاوس بن كسين دي بقى هنا بقى الخاتمة الرائعة والجميلة الحقيقة من اعظم ومن اهم اركان الحج للوقوف بعرفات حتى ان بعض الناس الحين حيقول لك انو والله بعد ما بخلص لقوف بعرفات بحس انوزني بقى خفيف سبحان الله كما لو كانت المعاصي يعني ازيلت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة من اهم اركان الحج هو لقوف بعرفة في بعض اركان الحج بياخر ان الا لقوف بعرفة ده ركر ثابت واساسي ماذا كانت خاتمة طاوس بن كيسان بعد الانتهاء من عرفة يذهبون الى المزدلفة ثم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في هذه الليلة المباركة بعد الوقوف بعرفة وفي الصباح كانت خاتمة طاوس بن كيسان خاتمة جميلة جدا يعني بعد عرفة بعد التطهير وكانت الحجة رقم اربعين ان الحقيقة يقولي من ويؤسفني دون الدخول في التفصيل ان شيخ من شيخ هذا العصر ممن يمدح الحكام والرؤساء وقد مدح حاكما ظالما قتل وبغى وسجن واعتقل كثير جدا من المظلمين كان يقول عليه انه مثل النبي هذا الرجل لما اعدل الحج الحقيقة مات قبل سفره يمكن بايه بايام قليلة سبحان الله حرمه الله عز وجل من خاتمة جميلة ولكن هنا بقى الخاتمة الجميلة جدا خاتمة الطاوس بن كيسان ان ازدحم الناس بشكل رهيب جدا من الذي صل عليه مئات الالاف من الناس وهم يحجون حتى حضر جنازته وصل عليه الخليفة هشمد عبد المالك اللي هو انتقده وقرعه قرعا شديدا وقال ان كثير من المؤمنين لا يرضون بحكمك اللهم ارزقنا حسن الخاتمة